اهلا بكم مفتاة مطبخ الله ما صالي وسلم على سيدنا محمد هجايب لكم طريقة حلوة جدا لتفريز الخضرة مش معنى التفريز ان انا هشيل حاجة معايا بالسنين او مش هلاقيها بعد كده لأ فيه اوقات الواحد بيبقى ما فيش جنبه سوق او بيبقى محتاجة الخضرة دي ومش قادر ينزل فبخليها عندي في الفريزر لأي وقت مزنوقة فيها هطلع الكيس بتاعي وتبقى جاهزة انا بجيب بقى الخضرة بتاعتي كده شبط كصبرة بقى دونس وابتدي نقى منها الحاجات البيضة الصفرة المش كويسة وبعدين باخدها كده في الطبق بتاعي واخسلها مرتين تلاتة لحد ما تنزل كل الطراب اللي فيها وبعدين بحطها في شوية مية وكان معلقة خل كده واسبهم ربع ساعة واسف فيهم المية حلوة جدا واشطفهم تاني من الخل باسيبهم بقى ساعتين تلاتة يصفوا طبعا عشان احنا في الشتة لكن في الصف مفيش ساعتين تلاتة هيتبالوا بصفيها تماما من المية وبعدين في نفس المصفة بتاعتي هبتدي قطعها واسبها كمان ساعتين في المصفة تصفوا من مية تماما كل ما بقاش فيها مية تطلع معاكي بنفس الخضر ده اللون مش هيتغير خالص بقى سبها بقى انا بصراحة سبتها وروحت نمتل حد تاني يوم الصبحة اشلتها بقى شوفو كانت نشفت خالص من مية يعني اغطتها بفوطة واسبتها بعد بيها بقى في كيس واهم خطوة في اي حاجة خضروات بنشيلها زي ما اعملنا في السبانخ برضه بنفس الطريقة اهم حاجة ان انت يتطلعي كمية الهوى وما يكونش فيها مية دول اهم حاجتين بطلع كده كل الهوى اللي فيها وبعدين اربط الكيس وبططه كده خلاص بقت جاهزة معايا اشيلها في الفريزر طبعا بطلعها ما بتفكش اخدها كده وهي متلجة افضيها على المسا المحشي او اي حاجة وهي ارجع الباقي في الفريزر في ساعتها ما سبهاش تفك ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وتعجبكم باي باي قناهش تفكري شكرا